سدقش اي حد ان المسيماني بيقولك ان هو هيجدد قبل من روح البطولة انسى لو هيجدد لو هيجدد بنسبة 30% تواجده في النادي الاهلي بنسبة 30% ده بعد البطولة كمان واخد بالك وده بتهيألي او من وجهة نظري او رأيي المتواضع ان هو نسبة تجديده للنادي الاهلي هتبقى صعب او ليه قولي ليه ليه يا بوكبات ايو كده عايزك تققى معاي ايه على الخط على طول مصر المسيماني جايله عرضين عرض في الامارات وعرض في كتر وقال عليهم وقال عليهم المدان بتاعته بتقوم بدور مدير اعماله تمام كده وهنا بقى الخطأ الاكبر ما تخليش واحدة ستة تقوم لك بدور الاعمال معلش بقى عملوا كده مع فيلر معلش المدان برضو كانت بتديرلو برضو ايه دي اللي بتديرلو في جنوب افريقيا وبتديرلو في كل هتة وهي اللي جات على فكرة انا عندي موقف مع زوجة مسماني قبل ما يجي الاهلي انه هي عرضت مسماني كنت انا ساعاتي شغل في النادي الاهلي وقيت زي اتواصل مع مسؤول النادي الاهلي عشان انا عايز جوزي يجي هنا قبل ما يمدي التعاقد الجديد مع سانداونس وانا قلت لها كلامي كتسر عبدالحفيز ويمكن كان ساعاتي جابه فيلر بقى فهي اللي بتدير هي اللي بتروح وتتكلم كان ساعاتي عايزين يعملوا اكاديميات زي اكاديميات الاهلي خاصة بمسلماني انا بقولك تفاصيل ممكن ما كانتش موجودة وبالتالي هاي اللي بتدير وده مش عيب يعني ساعاتي انت بتاخد رأي مراتك برد ماشي باخد رأي ما ده عادي جدا في الامور المنزلي في الامور المنزلي لكن في الشغل لو في يعني المدام بتاعته داخلت زي فيلر هتبوز الموضوع وانا بقولك بنزي بالتسعين في المية ده رأيه لازم يكون عندك مدير اعمال راجل يعرف يتفاوض يسافر معك كاروي خلا انت حر ده بتاعتك انت هي مديرة اعماله خلاص مش هيجدت عارف لو عنده مدير اعمال ها وبتاعة كرة ها هيعرف يتكلم ايه الحكم يا كبتان طيب انا ده رأيه ماشي ده عن تجارب كمان عشان كرة يعني كرة بتاعتك طبعا حاجات كتير قوي انت فيلر فشل عشان المدام بتاعته دخلت في الموضوع واقنعته بحاجات وبعد كده ايه رفض وبعد كده رجع للنادي الاهلي التفاصيل اللي احنا عارفينها كلها لما جي قال لهم خلاص انا موافق قال لها شكرا يا حبيب مع السلام ده اللي هيحصل مع المسلماني عشان كده انا بقول لها مصر مسلماني لها كل الاحترام والتجدير عملت اه بطولات لنادي الاهلي اهل وسلم بنشكرك شكرا ما عندناش اي مشكلة لكن انت كمان لك طلبات صعبة جدا يعني انت بتكتب ست شهور شرط جزائي لو الاهلي استغنى عنها ده دي نقطة النقطة التانية كنت بتاخد ما يعادل مية خمسة وعشرين الف دولار في الشهر او مية وعشرين الف دولار دلوقتي عايز متين يعني اه حقك ان انت بترتقي بمستواك وفكرك ونواحي المادية بتزودها ده حقك المشروع ما عندناش اي مشكلة فهل انت الاهلي هيددينه متين الف دولار هنا بقى ايه فيها كلام المشكلة الاكبر ان انت يعني عملت يعني مشكلة جمدة جدا في تصرحاتك يعني حسام غالي شده لفترة اللي فاتت هو سيدة عبد الحفيز قعد ومعه جلسة مبارح او اول مبارح قالوله الكلام اللي انت بتقوله في المؤتمر الصحفي ده ما يمشيش مع اسلوبه ومبادئ النادي الاهلي ده حسام غالي حسام غالي كان معي مبارح كان في حزم قبليها بقى قبليها بقى مش هيقولك مش هيقولك لا حسام غالي مش هيقولك اكيد لا اوه طبعا كل واحد عنده مشهور اه طبعا لا اوه يعني انت فيه اسرار للشغل تعارف النادي الاهلي ده مكتب طول ما المكتب ده مقفول عليك صحيح هتلاقي الامور ماشي بشكل كويس فعشان كده انا بقولك قاله كل حاجة عندنا جوه المكتب لو طلعت برا المكتب هيبقى فيها مشكلة فانت ليه بتقرض الكلام اللي احنا قلنا هو تقولي في تويتار بتاع الكابتن محسن صالح عن اللي قاله المسلماني لا انا بشجعه طبعا وبحيي عليها رد يعني رد على ردا على المسلمان الكلام اللي انا قلته قبل كده قلت المسلماني كان محظوظ ومحظوظ ان هو مسك النادي الاهلي على الفكرة انا بهجموش يا فاروق ده فعلا اي حد هيمسك النادي الاهلي يا ساعده يا هناء هيبقى محظوظ مش هو بس كانت المحص الرد عليه قاله كده قاله مانو الجزي جاب 20 بطولة فلان جاب بطولتين فلان مدرب جاب مش عارف ايه صح صح تسوبل وهولمن كل الناس دي جابت بطولات النادي الاهلي يعني مش هو يعني النادي الاهلي مش هوف على المسلماني ومش هياخد بطولات مش هوف على اي حد فهو بيقول تاريخ النادي الاهلي هو مش بيعيفي موسيماني اللي يفهم التويت هنا فاروح يبقى ايه راجل بتاع فوره وعيف لكن بعض الجماهير الكافتين هجمت كابتن محصل صالح مين؟ جماهير الاهلي هجمت كابتن محصل صالح ليه؟ هو بيتكلم في التاريخ هو ما بيهنش موسيماني ولا بيتاريق عليه ولا حاجة لأ يعني انه دايما لازم كانت تبقى حتى من مسؤولين داخل الغرف برضو المغلقة ماشي يعني موسيماني يطلع هو وانت تطلع كما يعني هو ينفع موسيماني في المؤتمر الصحفي يقولك انا مجددتش ليه وعايز اجدد وعمالي عيط وعايزي جدد طب فيه مدرب في النادي الاهلي في تاريخ النادي الاهلي عمل كده؟ بيلتزم الصمت وقالوله في الوقت المناسب فيش حاجة بتتأخر على اي موديد معلش احنا دلوقتي عندنا بطولة مهمة قالوله هنجدد وهنقعد معاك نتفاوض بعد كاس العالم الاندية خلاص انت بتطلع تتكلم ليه؟ شما هو مش بتعود علينا وفي سان داونزا كانت بيجدد بالسبع سنين والخمس سنين معلش ما انت هنا؟ وبعدين هو كمان ايه؟ عايزي جدد تلت سنين النادي الاهلي عايزي جدده سنتين سنة كمان السنتين يعني زيادة سنة اه دي برضو ما انت ما تحط الشروطك كلها لنادي الاهلي هو النادي الاهلي يمثل ان هو بيتعامل مع المدربين واللي عيبة باحترافية زيادة عن اللزوم وكل واحد بياخد حقه لكن انت التصرف اللي انت عملته ده انت عديت قواعد النادي الاهلي والنظام بتاع النادي الاهلي عشان كده حسان غالي قعد معاك وهو كاب صيد عب حفيز مبارح قالوا لك النادي الاهلي محدش مدير فني بيطلع يتكلم في الاعلام بيقول انا عايزي جدد دي بتاعتنا احنا فكل ده حاجات هتتأجل لبعد الكاس على من النادي سأل حفيز انا انت عارف القاعدة ديه كابتن ها انا انا بقولك مش انا المعلومة مش عندي تجامل على لأ انا بقولك المعلومة زي ما انا قلتلك مش هيجدده دلوقتي جددوله تمام خلاص عندي فقط نوع بصدقني انا مصدقك اوه انا مصدقك لغاية تما نشوف الاخر اخرتها معاك ايه اخرتها تما نشوف اخرتها معاك ايه كابتن طيب